ملعطف خطير يمر به لبنان بعد سقوط عشرات المصابين بإطلاق قوات الأمن قنابل الغاز واستخدام خراطيم المياه ضد المتظاهرين عند مدخل مجلس النواب وسط بيروت في تظاهرات تقول إنها لن تدفع ثمن السياسات المالية والحكومية على حساب الشعب اللبناني هذا التصعيد بدأ بتظاهرات حاشدة في عدة مدن لبنانية بينها العاصمة بيروت احتجاجاً على الانقطاع الدائم في التيار الكهربائي وقرارات جمعية المصارف والمصرف المركزي اللبناني التي فرضت قيوداً على سحب الأموال التي تسيطر عليها الأحزاب الحاكمة خصوصاً من الدولار حيث تشهد فروع البنوك اللبنانية بشكل شبه يومي إشكالات بين الزبائل الذين يريدون الحصول على أموالهم وموظفي المصارف العاجزين عن تلبية ذلك وسط سقوط حر تشهده العملة اللبنانية موجة الغضب الشعبية تواجهها قوات الأمن اللبناني باستخدام القوة فضلاً عن شن حملات اعتقال طالت عشرات المتظاهرين الأمر الذي دفع منظمة هيومان رايس ووش بمطالبة السلطات بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين والإفراج عن المعتقلين على الجالب السياسي يظهر لبنان في حالة شال الانتام يحد من تشكيل حكومة كفاءات مستقلة ورفض الأحزاب السياسية التخلية عن النظام الطائفي السياسي الذي أوصل البلاد إلى هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة والفساد المالي الذي يتهم المتظاهرون الطبقة السياسية بشكل مباشر بالمسؤولية عنه وجر البلاد إلى هذه المرحلة الأسوأ في تاريخ لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية وفي ظل المواطلة السياسية والقمع المتفاوت ضد المتظاهرين من قبل القوات الحكومية اللبنانية وميليشيا حزب الله وحركة أمل التي تدافع عن مجودها بعد أن فشلت وتيار عون بتمرير ترشيح حسان دياب لرئاسة الحكومة في كانون الأول الماضي يبدو أن المشهد اللبناني مقبل على تصعيد أكبر يترك البلاد على صفيح ساخن لن يرضى فيه المتظاهرون في بيروت وترابلس ومدن لبنانية أخرى بأقل من إسقاط النظام القائم الذي أوصل لبنان لشفى حفرة من الانهيار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر